هل ممكن التعديل الخاصة ببلاستيشن 4 تبوز لك الجهاز بتاعك؟ السلام عليكم وزيكم شاباب أخباركم عامليني يا رب بخير دائما معك واسلام فايد في فيديو جديد هل ممكن التعديل الخاصة بجهاز البلاستيشن 4 تبوز الجهاز بتاعك؟ النهاردة من الفيديو سنشرح جميع المميزات الخاصة بالتعديل والعيوب الخاصة بالتعديل بتاعة البلاستيشن 4 يحuuuuنا شرحنا البلاستيشن 3 قبل كأكل كتير وداعنا مشبالين بتاعة البلاستيشن 3 لكن قلنا قد المدرز上 لك في السلسلة البلاستيشن 4 جاء معهم الى ناس كتير طلبوا تعديل خاصة بالبلاستيشن 4 واستخدارات اللي بتتعدل وهو نشرح إن شاء الله في الفيديوهات الجاية وهي التي تعدل كلها وكيف ستعديل الجهاز من البداية لحد ما تخلص وتنزل الألعاب على الجهاز لكن اليوم سنشرح العيوب والمميزات الخاصة بتعديل الجهاز البلايستيشن 4 لكن قبل ما نخش في الفيديو أحب أفكركم أن هناك جيفاوي في القناة إن شاء الله الشهر فأتأكد أن تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس لكي يوصلك الفيديو الخاص بالجيفاوي إن شاء الله الفيديو سيبقى فيه خمس هدايا فأتأكد أن يجب أن تعمل سبسكرايب لكي يوصلك الفيديو إن شاء الله ويمكن تبقى واحد من الناس اللي هتكسب معنا إن شاء الله في القناة في الهدايا اللي هتنزل نيجي بقى لفيديو النهاردة أول حاجة هنتكلم عليها المميزات اللي أنت هتأخدها لما تعدل جهاز البلايستيشن بتاعك أول ميزة هتأخدها لما تعدل الجهاز بتاعك أن أنت هتقدر تنزل الألعاب بتاعة البلايستيشن 4 مجانة يعني مش محتاجة أن تروح تشتري لعبة أو تدفع فلوس في لعبة تبقى عليك أن أنت هتنزل اللعبة وتحط اللعبة على فلاش أو هاردسك وتحطها على جهاز البلايستيشن وتعمل لها إنستول وهي هتشتغل معاك ثاني ميزة وهي هتقدر تتحكم في سرعة المروحة يعني لو أنت الجهاز بتاعك مثلا بيسخن جهاز البلايستيشن بتاعك بيسخن فتقدر تتحكم في سرعة المروحة إن المروحة تعالى شوية أو لو المروحة صوتها عالي ممكن توطي المروحة شوية فدي أوبشن أو ده أوبشن بيبقى موجود معاك إن أنت تقدر تتحكم فيه عليه وتو المروحة الخاصة بجهاز البلايستيشن ثالث ميزة وهي تقدر تاخد نسخة من أي استوانة موجودة عندك أو عند أي حد من صحابك وتحطها عندك على الجهاز وترجع له الاستوانة تاني وتقدر تلعب اللعبة من غير الاستوانة بتقدر تاخد نسخة من الاستوانة بيكي جي وبعد كده بتاخدها على جهاز الكمبيوتر بتاعك وبتعمل عليها شوية تعديلات وبعد كده بتشغل اللعبة أو بتنزل اللعبة على الجهاز بتاعك وتقدر تلعب من غير الاستوانة ودي ميزة كويسة جدا عشان يبقى عندك ألعاب كتير أو مجموعة من الألعاب كتير عشان تقدر أن أنت تغير ما بين الألعاب بسهولة وما تشتريش استوانات أو ممكن تشتري استوانة وتنزلها عندك على الجهاز وترجع تبيع الاستوانة وتعمل نفس الخطوة دي أكتر من مرة في كذا استوانة تجيب وتنزل وتبيعها وفي الحالة دي هيبقى عندك ألعاب كتير وكل الألعاب دي أنت مدفعتش فيهم ولا جنيه والألعاب اللي كلها موجودة عندك مجانا بس كده ولا فيه مميزات تانية لا فيه لسه مميزات تانية الميزة اللي انت هتأخدها كمان أن انت هتقدر تشغل ألعاب لبليستيشن 2 مش كل الألعاب بس فيه ألعاب كتير هتشتغل عندك بقى الألعاب يصلوا من هتشتغل عندنا من البليستيشن 2 على البليستيشن 4 عندك مثلا ونجي قليفت 2007 عندك كريديت النسخة الخاصة بالبليستيشن 2 عندك تكن عندك نسخة ترزان الخاصة بالبليستيشن 2 عندك كذا لعبة عندك ألعاب كتير ممكن تشتغل معاك على البليستيشن 4 خاصة بالبليستيشن 2 طيب وإيه تانية الميزات اللي ممكن نخذها برضو ممكن تاخد انت تشغل برضو ألعاب للبليستيشن 1 في بعض الألعاب برضو لتشتغل زي مثلا المعشوقة بتاعتنا كلنا اللي كلنا بنحبها اليابانية زي نسخة تكن أول ما نزل تكن كانت على البليستيشن 1 نسخة جميلة جدا برضو دي ممكن تشغلها زي ترزان برضو ترزان بتشتغل على البليستيشن 4 نسخة البليستيشن 1 زي زينة زينة برضو من ألعابك جميلة جدا اللي بتشتغل في كذا لعبة بتشتغل معاك بدون مشاكل برضو الألعاب دي جميلة جدا ولازم تجربها لو أنت هتعدل أو معدل جهاز البليستيشن بتاعك في أي مميزات تانية ولا كده خلاص بح مفيش أي مميزات آخر ميزة هقدر أقول لك عليها أن انت هتقدر تلغي التعديلة بتاعتك بدوسة واحدة بس زي قت من التعديلة عايز ترجع تلعب أونلاين تاني بدوسة واحدة بس إلغي تعديلتك وارجع لعب أونلاين ولكن الجهاز بتاعك كان متعدل أصلا دي كده المميزات اللي احنا شرحناها نيجي بقى للعيوب أول عيب والعيب الرئيسي معنا وهو عدم دخول الجهاز نت أو عدم لعب أونلاين ما تقدرش تلعب أونلاين نهائي لو عدلت الجهاز بتاعك سواء صفت خمسة وخمسة سواء صفت ستة تنين وسبعين سواء صفت سبعة واثنين سواء صفت سبعة واثنين احنا قلنا سبعة واثنين يبقى صفت تسعة اللي هو لسه نازل الكيرنل بتاعه ولسه منزلش الكيرنل بتاعه ونازل التعديلة بتاعته اليومين اللي فاته أو الشهر اللي احنا فيه فلو انت كل الصفتات دي مش هتقدر انت تخش أونلاين عشان تخش أونلاين حاجة قاعدة معروفة وإحنا كلنا فاهمينها ان انت لازم الجهاز بتاعك يبقى على آخر فيرجن أو آخر سوفت وير فانت لما هتوقف التحديث بتاع الجهاز في الحالة دي مش هتقدر انت تخش أصلا تلعب أونلاين تاني عيب وده عيب مهم جدا وقف التحديث الخاص بالبليستيشن وده بيبقى فيه بعض المشاكل ايه هي المشاكل؟ ان انت لما بتوقف التحديث فيه بعض البجات اللي بتبقى في الجهاز الحاجات دي بتعمل مشكلة في الجهاز والجهاز بيبقى تقيل يعني ممكن تشغل بعض الألعاب تلاقي الجهاز تقيل فالشركة بتنزل تحديثات عشان تحلي بها مشاكل وعشان تنزل اوبشنات جديدة وعشان تعديل بعض الحاجات اللي في الجهاز أو في السوفت وير فانت لما بتوقف التحديث في الحالة دي انت بيوصل لكش آخر تحديث أو آخر ابدات فبالتالي ممكن تلاقي بعض المشاكل اللي موجودة في الجهاز بتاعك وانت مش عارف تحلها وحلها ان انت لازم تعمل ابدات طب ليه انا مش هقد تعمل ابدات زي ما احنا لسا قيلين علشان السوفت وير سبعة خمسة وخمسين مثلا او خمسة وخمسة ده لازم يبقى نفس الرقم ما ينفعش يبقى رقم تاني علشان الجهاز مش هيتعدل لو الجهاز بتاعك اي اصدار غير الارقام اللي انا لسا قيلها دين مش هينفع ان انت تتعدله لازم يكون نفس السوفت وير يعني لازم يكون نفس الرقم اللي احنا شرحناه فبالتالي الميزة دي بتخصرك من انت لو فيه اي مشاكل في الجهاز بتفضل زي ما هي لو جهاز تقيل في حاجة مع ع انا بيفضل تقيل زي ما هو طب فيه عيوب تانية اه في عيوب تاني وهو البان للاسف ان ممكن يجي لك البان والبان للاسف يعني ممكن يبقى دايم يعني بيجي على الجهاز بشكل دايم ما تقدرش ان انت تلغي او يروح بعد مدة معينة وده عشان خاطر انت حكرت الجهاز او عدلت الجهاز بتاعك وده طبعا الشركة يعني نافية الموضوع ده ان انت ما ينفعش ان انت تنزل العاب مجانية الكلام ده كله الشركة مش موافقة عليه ففكرة ان انت يجي لك بان دي هتبقى نقطة محشة جدا بس ليها حل والحل ان انت تقفل النت تماما بعد ما تعدل الجهاز بتاعك بعد ما تخلص التعديلة لازم تقفل النت تماما وما تفتحش النت طول ما الجهاز بتاعك متعدل او طول ما انت ما بتلعب الالعاب اللي موجودة على الجهاز البيكي جي اللي انت مسطبها عايز تفتح النط تفتح النط لما تكون قررت أن تلغي التعديلة يعني قررت أن أنت مش هتلعب تاني على الجهاز المتعدل وقررت أن أنت تلعب أونلاين بكل بساطة كل اللي عليك أنت هتوصل النيت وتعمل تحديث ويتمسح كل اللي على الجهاز أو تعمل فرمات فيكتور للجهاز كله علشان خاطر كل اللي عليه يتمسح عشان ما فيش أي حاجة تحصل لك أو يجي لك بان للجهاز بتاعك دي آخر مشكلة ممكن تقابلك لو أنت من الناس اللي نوي يتعدل جهازها أو معدل جهازك فدي مشكلة ونقطة برضو مهمة لازم تحطها في الاعتبار بتاعك لو انت نويت تعدل الجهاز بتاعك طيب مين يقدر يعدل الجهاز ومين ما يقدرش يعدل في نهاية الفيديو كده هنلخص يعني الكلام اللي احنا قلناه برضو في كلمتين علشان لو في حاجة انت مش فهمها بص يا معلم لو انت من الناس اللي بتحب ألعاب الستوري أو القصة أو من الناس اللي بتلعب لعبة بيس أو فيفا بس وما بيلعبوش أونلاين تمام يعني لو انت بتلعبش أونلاين بتلعب سبايدر مان بتلعب ريد ديت بتلعب لست أوف قص بتلعب أي لعبة ستوري كصة بص ما بتلعبش الأونلاين بتاعها يبقى انت أفضل حد ممكن يعمل تعديل أو تهكيل الجهاز البلاستيشن بتاعه ويقدر يلعب عليه ليه؟ لأن انت كده كده مش مستفاد أي حاجة بالأونلاين يعني انت كده كده ما بتخشش أونلاين فانت مش مستفاد طيب من تاني لو انت من الناس برضو اللي ما بتشتركش في بلاستيشن بلاس انت كده كده ما بتخشش بلاستيشن بلاس لأن انت كده كده عشان تخش أونلاين أو تلعب أونلاين محتاج بلاستيشن بلاس فانت ما معاكش بلاستيشن بلاس طيب انت سايب الجهاز أونلاين ليه؟ أو سايب الجهاز مش هستعدله ليه فانت برضو من الناس اللي مش هتستفاد إلا لو انت ما يعني زي ما قلنا ما عندكش حساب بلستشن برص فانت بالنسبة لك افضل حد ممكن يعدل الجهاز بتاعه ونقطة تانية لو حضرتك طبعا الميزانية مش سمحة يعني مش كلنا معنا فلوس ان احنا نروح نشتري ألعاب او استوانات او اكاونتات او نشتري اكاونت يعني او يبقى عندين اكاونت ونشتري لعبة من على الاستور فطبعا مش كلنا ذلك الشخص في ناس كتير معهاش فلوس تروح تشتري استوانة ب300 جنيه او ب400 جنيه مثلا مستعملة الاستوانات بتوصل 800 جنيه وتسعمائة جنيه جديدة فمش كلنا ذلك الشخص ومش كلنا الناس دي اللي ممكن تروح تشتري الألعاب دي لو انت برضه من الناس اللي مش هتعرف تشتري الاستوانات دي فبالنسبة لك ان انت تعدل الجهاز بتاعك وتنزل الاعاب عليه ده حل ممتاز جدا والخيار كويس جدا لي اللي مش مناسب مع ان هو يعدل الجهاز بتاعه لو انت بتلعب اونلاين انس ان انت تعدل الجهاز بتاعك ونقطة تانية لو انت صاحب محل بلاستيشن ما انصحقش بالتعديل نهائي لان الجهاز بتاعك عشان تشغل التعديل اوقات بياخد وقت يعني ممكن ياخد خمس دقايق ممكن ياخد ثلاث دقايق ممكن ياخد اكتر من كده على حسب نوع التعديل مش كل التعديلات بتشتغل بسرعة فمش كل واحدة يدخلك المكان بتاعك هيدخل عشان يشغل التعديل ويفضل يحاول يشغل فيها وجهاز ممكن يراستر ويرجع يشغله تاني فهيزهق فبالتالي انت افضل حل لك الاكاونتات سواء الاونلاين او الاوفلاين ده حل مناسب لك جدا لو انت من الناس اللي عندها بلاستيشن او سايبر فلا ما انصحقش ان انت تجيب جهاز متعدل لان انت مش هتفضل طائب الجهاز شغلت له النهار عشان لو صيبته شغلت له النهار تقهربة كتير وهلك للجهاز ان الجهاز هيتلك منك في فترة قريبة جدا وهتحتاج ان انت هتغيره فانا ما انصحش خالص اي حد عنده سايبر انه هو يجيب جهاز متعدل بتاع الاجهزة القابلة للتعديل والمميزات والعيوب الخاصة بتعديل الجهاز البلاستيشن فور واحب اقول لكم في انهاية الفيديو ان فيه برضو جيفاوي الشهر ده فاتأكد ان انت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل بجرس عشان يوصلك الفيديو الخاص بالجيفاوي ويمكن تبقى واحد من الناس اللي هتكسب معنا ان شاء الله من الخمس هدايا اللي انا هاعلن عنهم فما تنساش ان انت تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل بجرس وتعملوا لايك للفيديو يا شباب وياريت نعمل شير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن واتمنى ان انا اكون قدرت تقفيتكو في الفيديو كان معاكو اسلام فايد اشوفكو الفيديو الجاي سلام